تستضيف مملكة البحرين لجلالة ملك البلاد المعظم أيده الله ويعقد الاجتماع برئاسة فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف رئيس مجلس حكماء المسلمين بحضور قداسة البابا فرانسيس بابا الفاتيكان حيث يناقش اجتماع مجلس حكماء المسلمين القضايا والتحديات العالمية التي تواجه البشرية في القرن الواحد والعشرين ضمن حوار إسلامي مسيحي مباشر بين أعضاء المجلس وكبار رجال الدين بالكنيسة الكاثولوكية وبهذه المناسبة أوضح المستشار محمد عبد السلام الأمين العام لمجلس حكماء المسلمين أن هذا اللقاء يمثل أنموذجا فريدا في العلاقة بين قادة وأتباع الأديان المختلفة مضيفا بأنه من المقرر أن يستعرض الاجتماع من خلال الحوار رؤى الجانبين حول آليات مواجهة أبرز القضايا والتحديات العالمية ترجمة نانسي قنقر